وردنا الآن هذا الخبر العاجل التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عسف سلامين الوطنيين واستعرضوا حرس الشرف وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شكر أخي رئيس وزراء العراق على حسن الاستقبال وكرم الضياثة مؤكدا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتقافية وفقا لاحتياجات الشعب العراقي خاصة ما يتعلق بجهود إعادة أعمار العراق كما تم الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن وحرصهم على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الرهنة من جانبه رحب رئيس الوزراء العراقي بالرئيس في زيارته التاريخية إلى بغداد مشيدا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين ومعربا عن تقديره للجهود المصرية داعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة كما أكد الكاظمي حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الرهنة بالمنطقة والذي يعد نموذجا يحتدى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن حيث اتفق الجانبا على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة وبما يحقق أمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار كما تم تبحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمي حيث تم التأكيد في هذا الإطار على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين اقدم في الاعتبار الدور الهام لمصر من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بالمنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار إلى جانب دور الأزهر الشريف باعتباره منارة الوسطية فضلا عن دور العراق في هزيمة تنظيم داعش والقضاء على دولته المزعومة ترجمة نانسي قنقر